القوى الشيعية الكيانات الشيعية الكرد السنة يعني لو توقفنا قليلا عن تغريدة السيد الصدر يوم أمس يريد أن يخرج من إطار التوافقية اللي جربها العراق خلال كل هذه السنوات والعراق مطور يعني فساد داري مالي إلى آخره وأيضا أشار إلى نقطة مهمة سيد الصدر في تغريدته الخروج من التوافقية اللي دمرت البلد والخروج من فضاء الطائفية إلى الوطنية ألا تعتقد بأن وجهة النظر هذه وجهة نظر منطقية هي مطلب لكل مواطن عراقي لابتعاد عن هذه المفردات الطائفية أو الجو الطائفي المشحون نعم الجميع عندما تكون القضية ذكر موضوعة الطوائف التي نص عليها الدستور العراقي وقال العراق بلد مكونات فبالتالي عندما تريد تذكر استحقاقات انتخابية لمكونات الشعب العراقي هذه ليست بالطائفية وعندما أقول أن أخواننا السنة أحدهما يعني يميل إلى المذهب الفلاني وإلى المذهب الآخر هذا ليس استغزغار وليس انتقاص أنا أقول أن المكون الشيعي في الدولة العراقية مع أخوته الآخرين هو يمثل المكون الأكبر وبالتالي لا بد أن يكون له استحقاق العرف السياسي جاء بتوزيح هذه الاستحقاقات بناء على المكونات رئاسة الوزراء للشيعة المكون الأكبر رئاسة الجمهورية للأخوة الكورد ورئاسة البرلمان للأخوة السنة هذا لا يلغي أذكر هذه العناوين لمن يستحقها بناء على العرف إما أن تأتي عندما تحقق فوزا عليه كثير من علامات الاستفهام لدى العطار بالنتائج الانتخابات وتريد الآن أن تبدأ بمرحلة التغيير هذا الذي فيه إشكال كثير وفيه غبن حقيقي اتجاه الشركاء الآخرين سواء كانوا شيعة أو سنة أو كورد عندما نتحدث عن السنة لدينا عذرا سيد ويل لدينا مجاميع قرابة الـ 15 أو الـ 19 نائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر